موسيقى نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوي جهاز الاسعاف بمدينة الكفرة يعلن حالة الاستنفار الكامل ويساهل اسعاف المصابين جراء للشباكات بين كتائب وشباب المدينة وعصابات مسلحة مشاورات تشكيل حكومة الوفاق مستمرة بحضور كافة اعضاء المجلس الرئاسي وتعيين فتح المجبر ناطقا رسميا باسم المجلس واحمد حمزة مقررا مارتين كوبلر يقول ان المجتمع الدولي غير مستعد لتدخل في ليبيا حاليا والبرلمان الاوروبي يدعو الى تنفيذ الاتفاق السياسي والناتو يحث على وقف اطلاق النار موسيقى اعلن جهاز الاسعاف بالكفرة حالة الاستنفار الكامل في المدينة نتيجة الاشباكات الدائرة حول الكفرة وعلى الطريق الرابط بينها وبين مدن الشمال وقال رئيس جهاز الاسعاف بالكفرة ابراهيم بالحسن ان جهاز الاسعاف اقام نقاطة مركز جديدة على المدخل الرئيسي للمدينة اضافة للاحياء البعيدة عن مستشفى الكفرة العام كما جدد دعوته الى فتح الطرق السريعة المرة بوسط المدينة من اجل تسهيل اسعاف المصابين جراء الاشتباكات واعرب المجلس البلدي في مدينة الكفرة عن تأييده للهجوم الذي نفذته عناصر كتيبة التوحيد وشباب مدينة الكفرة على من وصفها بعصابات العدل والمسواة وجبهة تحرير السودان ومن يساندهم من مجموعات تشادية واضف المجلس في بيان له ان شباب مدينة الكفرة وعناصر كتيبة التوحيد تمكنوا من تحرير منطقة بوزريق محذرا من يحاول المساس بامن الكفرة خاصة وليبيا عامة من نفس مصير هذه العصابات بحسب البيان في سرمان اكد عميد البلدية محمد الهوني العثور على جثة في جزيرة الدوران الوقاعة قرب مكتب الجوازات في المدينة ومن المرجح انها تعود لمواطن كان قد اختطف خلال الايام الماضية من قبل مجموعة مسلحة كما اشار الهوني الى مقتل موظف يعمل بالمصرف التجاري فرع المطرد شرقية المدينة اثر قيام مجموعة مسلحة باطلاق النار او اطلاق نار عشوائي ما ادى الى مقتله اعلى الفور منويها الى ان الوضع الحالي في المدينة يعتبر هادئا نسبيا اكدت مصادر طبية في بنغازي وصول قتلين وخمسة جرح من قوات حفتر والمسلحين المدنيين المسادينين له جراء المعارك الدائرة في عدة احياء بالمدينة الى مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلا وبحسب المصادر فقد استقبل مركز بنغازي الطبي قتيلا وجريحين فيما استقبل مستشفى الجلا قتيلا يبلغ اثنين واربعين عاما وثلاثة جرحى اصيبوا في محور بوعطني يوم امس ومن جانبه اكد الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة في بنغازي ساعقة ميلود الزوي مقتل ثلاثة مقاتلين من القوات التابعة لحفتر اثر اشتباكات في المدينة يوم امس وضف الزوي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان القتيل الاول ينتمي لكتيبة شهداء الزاوية وقد قتل اثر اشتباكات في محور جاريونس فيما ينتمي القتيل الثاني لفريق الدعم والاسناد بالشرطة العسكرية وقد قتل في محور الهواري مشيرا الى مقتل شخص ثالث من قوات الصاعقة في محور بوعطني ونوه الزوي لنا فرقة التحريات بالقوات الخاصة القتل قبضة على اربعة اشخاص خارجين عن القانون ثلاثة منهم في مصرف الروسات والرابع بمصرف الوحدة بالبركة كانوا يقومون باخذ رشاوة من المواطنين وزعت الهيئة الليبية للغاثة في بنغازي حصصا غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي على العائلات النازحة في المدينة وقال مدير فرع الهيئة ببنغازي محمد الاثرم ان عدد العائلات التي تسلمت مساعدات قد بلغ 2868 عائلة بمعدل صندوقين لكل عائلة وضاف الاثرم ان عملية التوزيع تتم من خلال ثلاثة مراكز تعتمدها الهيئة وتشرف عليها وتعمل طوال ايام الاسبوع عدى الجمعة قال المستشار الصحفي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتح بن عيسى ان مشاورات تشكيل الحكومة ما تزال مستمرة حيث سيتراوح عدد الوزارات في التشكيلة القادمة بين عشر وخمس عشرة وزارة هذا ونفى بن عيسى انسحاب اي عضو من اعضاء المجلس الرئاسي من جلسات المشاورات مشيرا الى حضور الاعضاء التسعة لهذه الجلسات وفي السياق اكد المستشار الصحفي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فتح بن عيسى انه تم اتخاذ قرار بتعيين فتح المجبري ناطقا رسميا باسمه وضف بن عيسى لقناة ليبيا لكل الاحرار انه تم اتخاذ قرار ايضا بتسمية احمد حمزة مقررا للمجلس ونوه بن عيسى الى ان المجلس الرئاسي باعضائه التسعة يجتمع ظهر اليوم في جلسة تشاور جديدة حول عدد الوزارات بحكومة الوفاق قال المبعوث الاماميلة ليبيا مارتين كوبلر ان الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا تحتاج الى قوات برية باعتبار انها حرب للاستيلاء يعني المنشآت النفطية والمدني والمواقع الاستراتيجية واضف كوبلر في حوار مع الصحيفة الالماني اسبيقال ان المجتمع الدولي غير مساعد لتدخل على الارض في الوقت الحالي الا اذا طلبت منه حكومة الوفاق الوطني ذلك واشدد كوبلر على ضرورة الاسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي نظرا لسرعة انتشار ما يعرف بتنظيم الدولة في البلاد وتداول الاوضاع الانسانية وترد الوضع الاقتصادي للبنك المركزي الذي لم يبقى في خزائنه غير خمسين مليار دولار من الاحتياطات من اجمالي 280 مليار دولار سنة 2011 على حد قوله دعا البرلمان الاوروبي المجتمع الدولي الى دعم جهود تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا معربا عن قلاقه ازاء تدهور الوضع الامني فيها وتداعيات ذلك على دول الجوار ونبه البرلمان في قرار تبناه باغلبية 478 صوتا بخصوص الوضع في ليبيا نبه الى ان التفكك الاقتصادية والسمرار اعمال العنف في ليبيا يزيدان منها شاشة الدولة ويساهمان في توسع ما يعرف بتنظيم الدولة وطلب البرلمان الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بتوفير الدعم الانساني والمالي والسياسي للتعامل مع الوضع الانساني المتدهور في ليبيا هذا واكدت مصادر دبلوماسية اوروبية ان وزراء دفاع وخارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يعقدون حاليا اجتماعات مشتركة غير رسمية في امستردام حول موضوع التمدد السريع لما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا ونقلت وكالة اكل ايطالية عن هذه المصادر ان تمدد ما يعرف بتنظيم الدولة اصبح يشكل مصدر قلق للاوروبيين بشكل عام ولايطاليا بشكل خاص خاصة مع استمرار الجدل حول امكانية القيام بعملية عسكرية في ليبيا ويعقد وزراء خارجية ودفاع دول 27 دولة في الاتحاد الاوروبي اجتماعاتنا اليوم في العاصمة الهولندية امستردام برئاسة الممثلة العليا للامن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني قالت وزيرة الدفاع الالمانية ارسولا فوندرلاين انه من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا حيث يمكنها ان تطلب بعد ذلك مساعدة دولية في حربها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة واضفت ديرلاين قبل اجتماع مع نظرائها بالاتحاد الاوروبي في امستردام ان ليبيا بدأ تتحول الى منطقة ملاذ وعمل لما يعرف بتنظيم الدولة مشيرة الى ان هذا الموضوع اصبح يعزز الضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية يمكنها ان تقول بوضوح ما طبيعة المساعدة التي تحتاجها من المجتمع الدولي قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي ناتو ينس تولتون بيرغ ان الحلف يتابع عن كثب الاوضاع في ليبيا مشددا على ضرورة دعم جهود ايجاد حل سياسي في البلاد من اجل وقف اطلاق النار والتوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لان ذلك يعد خطوة مهمة لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة نحن نتابع عن كثب التطورات في ليبيا ايضا وهذا يؤكد وهمية الدعم الكامل للجهود الرامية لاجاد حل سياسي من اجل التوصل الى وقف اطلاق النار والتوصل ايضا الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا لان ذلك يعتبر خطوة اولى نحو محاربة تنظيم الدولة قال وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر ان الولايات المتحدة تتابع الاحداث في ليبيا بدقة بالغة لكنها لم تتخذ قرارا بشأن توسيع نطاق دورها هناك وظف كارتر في مؤتمر صحفي اثناء زياراته لقاعدة نيلس الجوية في ولاية نيفادا يوم امس ان التركيز ينصب الان على المسار السياسي في ليبيا مضحا انه من المتوقع ان يتم الاعلان عن التشكيلة الوزرية قريبا يشار الى ان البيت الابيض كان قد اعلن ان الرئيس الامريكي باراك اوباما يتلقى المعلومات اولا باول عن خطر امتداد نفوذ ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا مؤكدا ان الولايات المتحدة ستتخذ اجراءات لمواجهة هذا الخطر ان استدعى الامر ذلك هذا وقد اشار تقرير جديد للمخابرات الامريكية الى ان عددا من قيدي ما يعرف بتنظيم الدولة توجهوا الى ليبيا للقتال وتعزيز قبضة التنظيم على ساحل البحر المتوسط بعد الخسائر التي تكبدها في سوريا والعراق ونقلت وكالة ريترز للانباء عن تقرير المخابرات الامريكية قوله ان الفرع الليبي لما يعرف بتنظيم الدولة اخذ في التوسع مشيرا الى ان هناك تضاربا في التقديرات الامريكية لعدد عناصر التنظيم في ليبيا بين من يقدر العدد بثلاثة الاف مقاتل وبين من يقول ان العدد قد يصل الى خمسة الاف او اكثر يذكر ان تقرير المخابرات الامريكية اكد ان هناك تراجعان في صفوف مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة في سوريا والعراق قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الرئيس الامريكي باراك اوباما يواجه ضغوطا من جانب بعض مساعديه لشؤون الامن القومي للسماح بفتح جبهة جديدة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا وبحسب الصحيفة فقد اوصى اوباما مساعديه بمضاعفة الجهود من اجل دعم تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الوقت الذي يتعين فيه على البنتاجون دراسة عدة خيارات من بينها شن ضربات جوية او قيام قوات العمليات الخاصة ببعض الهجمات واضافت الصحيفة ان تدخل اعداد كبيرة من القوات البرية الامريكية هو امر غير مطروح قال رئيس التونسي الباجي قائد السبسي انه على الدول التي تفكر في التدخل العسكري في ليبيا مراعاة مصالح دول الجوار والتشاور معها بهذا الخصوص واضف السبسي في كلمة له انه بعد تواتر الاخبار بشأن اقتراب تدخل العسكري في ليبيا توافد عدد كبير من الليبيين على تونس لافتا الى ان السمرار حالة الاضطراب في ليبيا تمثل عامل تهديد مباشر لامن تونس على حد تعبيره واكد الرئيس التونسي ان حل الازمة الليبية يكمن في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي والاسراع في المصادقة على حكومة الوفاق الوطني وتعاهد المجتمع الدولي وفي مقدمته دول الجوار بدعم هذه الحكومة وللتعليق حول جملة هذه التصريحات ينضم الينا عبر الهاتف من العاصمة الاردنية عمان الباحث في الجماعات الاسلامية حسن ابو هنية سيد ابو هنية بداية المخابرات الامريكية اكدت توجه عدد من قادة ما يعرف بتنظيم الدولة الى ليبيا انصحت هذه المعلومات في تقديرك الى ما يهدف التنظيم من ارسال قادته الى ليبيا اعتقد ان التنظيم الدولة الاسلامية في العراق وفي مقر الاساسي في العراق وسوريا يدرك الامنية الاستراتيجية لتوادل التنظيم في شمال افريقيا والاتمدل فيما بعد لاحقا في منطقة جنوب الصحراء والساحل ولذلك كان قد ارسلك عن ثاني يناير العام الماضي مجموعة من القادة اكثر من 15 قيادات على رأس ابو نبيل الامباري ثم او البراء اليمني ولكن نعلم ان بعد مقتلهم في ابو السلس الماضي تم ارسال وسط اخر اعتقد ان التنظيم يريد ان يمسك بامام السيطرة على الخلافات التي تبدو موجودة بها على شكل او اخر على اسس مختلفة بين المقاتلين الاجانب والمقاتلين البيبيين وذلك التنظيم يريد ان يعزز من قضاءته على السلطة على هذه المنطقة باعتبارها المحطة الاساسية للتمدد سواء في ليبيا او في منطقة افريقيا عموما شمال افريقيا او منطقة الجنوب الصحراء والساحل نعم طيب السيد ابو هنية وزارة دفاع وخارجية الاتحاد الاوروبي يجتمعون اليوم في العاصمة الهولندية مستردام ومسألة ما يعرف بتنظيم الدولة يبدو انها على رأس جدول الاعمال هل نتوقع اي خطوات او قرارات خلال هذا الشماء؟ اعتقد ان الاولوية كما تعلم ان هناك اجتماع بروكسل ايضا لقوات التحالف السبوع المقبل لتقييم الاستراتيجيات والضربات التي منذ تشكل التحالف الدولي في ايئاب في ايرويل سبتمبر 2014 لقتال تنظيم الدولة في العراق وسوريا هناك اعادة تقييم الولايات الامريكية زادت ميزانية الدفاع الخاصة بمقاومة تنظيم الدولة الاسلامية داعش باكثر من 50% وبالتالي الخيارات جميعها لا تزال تتراوح مكانها عبر تدخل الجوي في ليبيا لا تزال هناك كما اشار راشدون كارتر لم يتخذ قرار بشكل مباشر الامر قيد الدراسة التي بالتأكيد الولايات الامريكية وخلفاء يراقبوا المشهد بشكل دقيق وتطوراته في ليبيا لكن لا تزال كما اشار يعني الوزراء الخارجية في بريطانيا وكذلك في فرنسا بعدم النية لتدخل برع الاطلاق حتى الان ولكن هناك دائما التذكير بتدخل هو لا فك بانه احد الاولويات في قوات الحالة نعم طيب في نفس السياق بعد تصريحاته المصادر الدبلوماسية سيد ابو هنية تتحدث عن امكانية قيام المجتمع الدولي بعمل عسكري قريبا حتى وان لم يتم تشكيل حكومة الوفاق في رأيك ما امكانية القيام بمثل هذا العمل العسكري في ليبيا قبل تشكيل الحكومة؟ لا اعتقد اعتقد ان هذا الامر محفوظ بالمخاطر هو بالتالي المجتمع الدولي يدرك بان هذا التدخل سوف يعمل على ربما يعني يصد في مصلحة تنظيم الدولة بشكل اساسي بعتبره يتعرض لحرب طالبية حرب خارجية ولكن دون وجود حكومة التوافق وطني واضحة وصريحة فلا اعتقد بان المجتمع الدولي على استعداد للتورق في عمل مباشر ربما هناك بعض العمليات الخاصة لان سنوات الامريكية تقوم بطائرة بين طيار وكذلك عملي طلعات استخبارية البريطانيين والفرنسيين ولكن عملية التدخل المباشر لا اعتقد بانه يمكن ان تحدث قد تحدث بعض العمليات الخاصة وتدخلات الجوية المحدودة ولكن ليست لأكل واسع نعم طيب الرئيس التونسي من جهته قال ان على دول او الدول التي تفكر في التدخل في ليبيا ان تراعي مصالح دول الجوار لافتان الى ان السمرار حالة الاضطراف في ليبيا تمثل عامل تهديد مباشر لامن تونس على حد تعبيره كيف تقرأ هذه التصريحات؟ لا شك ان هناك خلق عملية تدخل بري دائما دائما تلقي بضلالها على دول الجوار كما يحدث في الاراق وسوريا ينعكس الامر في دول الجوار سواء في تركيا في لبنان وفي الاردن وفي جميع المناطق يصعب في النهاية اذا تم مثل هذا التدخل لا يترك بعض تداعيات ولذلك القلق التونسي مع وجودنا لاعلم ان هناك اعداد كبيرة من التونسيين التحقوا بالتنظيم سواء في الاراق وسوريا او في التنظيم في ليبيا ولذلك تداعياته على المشهد التقليمي والمحلي والدولي عمر سيكون له اواقب كبيرة في حالك في بوث تدخل يعني غير محسوب العواقب نعم عبر الهاتف من العاصمة الاردنية عمان الباحث في الجماعات الاسلامية حسن ابو هنية شكرا جزيلا لك ونشرتنا مشاهدين متواصلة وفيها بعد الفاصل مواطن في مدينة الزوارة ينشئ مكتبة مجانية لترغيب الصغار والكبار في القراءة ولإعادة الكتاب للواجهة في زمن وشائل الاتصال الحديثة جهاز الاسعاف بمدينة الكفرة يعلن حالة الاستنفار الكامل ويسهل اسعاف المصابين جراء للشباكات بين كتائب وشباب المدينة وعصابات مسلحة مشاورات تشكيل حكومة الوفاق مستمرة بحضور كافة أعضاء المجلس الرئاسي وتعيين فتح المجبر ناطقا رسمية باسم المجلس وأحمد حمزة مقررا مارتين كوبلر يقول أن المجتمع الدولي غير مساعد للتدخل في ليبيا حاليا والبرلمان الأوروبي يدعو إلى تنفيذ الاتفاق السياسي والناتو يحث على وقف إطلاق النعب قدمت الجزائر مساعدات إنسانية تقدر بثمانية عشر طنا من الأدوية والمحدات الطبية لمدينتي غات وأباري لتلبية احتياجات السكان الذين يعانون من تدهور أوضاعهم الإنسانية ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان الوزارة الخارجية أن هذه المساعدات تأتي تلبية للنذاءات المساعدة العاجلة التي وجهتها الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الأهالي في عدة مدن الليبية وعشر البيان إلى أن الجزائر تتابع بانشغال تفاقم الوضع الإنساني والصحي في ليبيا وتدعو الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها لاستكمال المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إعادة الأمن والاستقرار بشكل نهائي تشهد المصارف في أغلب المناطق في ليبيا زحاما شديدا فيما أغلقت أخرى أبوابها نتيجة أزمة نقص السيولة المالية تقرير التالي يصلت الضوء على أسباب الأزمة تجتاح قطاع المصارف الليبية أزمة نقص سيولة نقدية حادة في وقت تشهد فيه المصارف في البلاد ازدحاما شديدا بسبب إقبال المواطنين على سحب مرتباتهم ومدخراتهم المالية أسباب الأزمة ترجع حسب خبراء اقتصاديين إلى عدة عوامل يتمثل أبرزها في الوضع الأمني المتدهور في عدة أماكن ما حال دون نقل الأموال بين المناطق فضلا عن الانفصال شبه التام بين المنطقتين الشرقية والغربية في منظومات عمليات المقاصة والتحويل بين المصارف الأزمة تفاقمت بعد إقبال المواطنين بشدة على سحب أموالهم من المصارف بسبب فقدانهم الثقة في عودة الاستقرار ورغم ضخ المصرف لملايين الدنارات شهريا حيث يشير خبراء إلى أن نحو 24 مليار دينار تتحرك خارج القطاع المصرفي كل هذا ينضاف إلى مشاكل القطاع القديمة التي تتمثل في عدول العملاء عن إيداع أموالهم وضعف البنية التحتية للقطاع المصرفي ما زاد من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد التضخم في البلاد وصل إلى مستويات قياسية بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن قطاع النفط ما دفع المصرف المركزي لوقف الاعتمادات المصرفية وعدم صرف النقد الأجنبي للمصارف الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وفي ظل استمرار الأزمة السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية يبدو أن الأزمة الاقتصادية في البلاد ستحتل سلم أولويات المواطنين الذين لم يبقى لهم من أمل سوى تمني حدوث تطورات جديدة تغير واقعهما الصعب ولو قليلا لجأ أحد مواطني مدينة زوارة إلى إنشاء مكتبة مجانية مصغرة وتوزيعها في عدد من الأماكن العامة في المدينة لترغيب الصغار والكبار في المطالعة تفاصيل أوفى عن هذا المشروع في التقرير التالي مع عزوف البعض عن شراء الكتب ومطالعتها ونظرا لأهمية القراءة باعتبارها أول وسيلة للتعلم وأقدمها لجأ أحد المواطنين من مدينة زوارة ويدعى باسمدهان لإنشاء مكتبة مجانية مصغرة لترغيب الصغار والكبار في القراءة جاءت فكرة المكتبة شوفنا هنا في المدينة بشكل خاص فيه عزوف كبير بالنسبة لتداول الكتاب وانتشاره حاولنا نديره فكرة معينا نحن ننشر به الكتاب بطريقة سهلة وسلسة وفي متناول للناس فالقنا من أفضل الأشياء أنه يكون تداول الكتاب بشكل مجان تحط في مكان عام حديقة وشارع أو في جهات العامة وتخلي الناس التي عندها القدرة أن تتحص على الكتاب بدون ما تدفعه رسوم بدون ما يكون فيها قيود هنا في هذه الحديقة ركز باسمدهان مجموعة من المكتبات حيث يمكن للزوار اقتناء كتاب ومطلعته شريطة إرجاعه مرة أخرى ولم ينسى مؤسس المكتبة الأطفال باعتبارهم أول فئة مستهدفة حيث صمم لهم مكتبات خاصة كما أنه صمم صندوقا خاصا بالتبرع بالكتب ليستفيد منها الآخرون وبالفعل صممنا المكتبة المجينة مصغرة ودرنا معه منتج تاني اللي هو مكتبة للأطفال صغيرة الحجم قصيرة حتى الطفل الصغير يقدر يتناول الكتاب وياخده ودرنا منتج تالتي اللي هو عبارة عن صندوق التبرع بالكتب فكرة المكتبة المجانية التي قُبلت بالرفض في البداية وجدت ترحيبا من بعض القراء واعتبروها خطوة هامة نحو إعادة الكتاب إلى الواجهة خاصة مع الاعتماد الكلي على وسائل الاتصال الحديثة حقيقة جيت اليوم للحديقة واتفاجأت من المكتبة المصغرة هذه وعجبتني الفكرة ونشكر كل من نتخدم عليها والحقيقة المكتبة المتنوعة يعني من السنة تقريبا تمانية سنوات للستين سنة وعجبتني الفكرة الصراحة لما توقعتها شيكي وجبت كتاب وعجبني المكتبة المجانية المصغرة مشروع على بساطته إلا أنه يسعى لبناء مدينة كاملة ويعويل القائمون عليه على مدى التزام المواطنين بإرجاع الكتاب باعتبار أن هذا النظام مبني على الثقة ويتوجد رسوم لاقتناء الكتب وذلك لإنجاح المشروع وتعميمه في أكثر من مدينة نهاية النشرة مشاهدين هذا تذكير بالعنوية جهاز الأسعاف بمدينة الكفرة يعلن حالة الإسنفار الكامل ويسهل السعاف المصابين جراء الشباكات بين كتائب وشباب المدينة وعصابات مسلحة مشاورات تشكيل حكومة الوفاق مستمرة بحضور كافة أعضاء المجلس الرئاسي وتعيين فتح المجبر ناطقا رسميا باسم المجلس وأحمد حمزة مقررا مارتين كوبلر يقول أن المجتمع الدولي غير مستعد لتدخل في ليبيا حاليا والبرلمان الأوروبي يدعو إلى تنفيذ الاتفاق السياسي والناتو يحث على وقف إطلاق النهر ختام النشرة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر